ما حقيقة الإنسان في ضوء التصور الإسلامي وأثر ذلك في المناهج الدرسية؟ أولا حقيقة الإنسان في التصور الإسلامي الإسلام ينظر إلى الإنسان في هذا الكون على أنه من أكرم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى خلقه من طين ثم نفخ فيهم الروحي قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيهم الروحي فقع له ساجدين وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحينما ننظر إلى الطبيعة الإنسانية في ضوء هذا التصور الإسلامي نجدها كل متكامل من الروح والتي لا يعلمها إلا الله عز وجل قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وأيضا العقل والنفس والجسد أما المناهج الدراسية في ضوء نظرة الإسلام إلى الإنسان فإنه يمكن التأكيد على ما يلي أولا لا يمكن إدراك حقيقة الإنسان كاملة إلا إذا أدركنا أنه مخلوق من مخلوقات الله في هذا الكون وأيضا أن هذا الإنسان مستخلف في الأرض ربط حركة الإنسان في الدنيا بمصيره في الآخرة الإنسان يكون في خير حالاته وأقومها حينما يكون في سلام مع الله ويكون في أسوأ حال حينما يبتعد عن منهج الله عز وجل نظرة الإسلام إلى الحياة وتأثيرها في المناهج الدراسية الإسلام ينظر إلى الحياة على أنها دنيا وآخرة وأن الحياة الدنيا هي دار التكليف والعمل وأما الحياة الآخرة فهي الحياة الباقية التي فيها يحاسب الإنسان على عمله الذي قدمه في حياته الدنيا الحياة الدنيا ضار ابتلاء واختبار للإنسان قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل شأن من شؤون الحياة ينبغي أن يسير وفق منهج الله عز وجل فمن صار عليه فاز وأفلح ومن خرج عليه خاب وخسر من حكمة الله عز وجل أن جعل في هذه الحياة تعبا ونصبا حتى يتعود الإنسان الصبر على المكارف ومجاهدة النفس قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وحينما ننظر إلى المناهج الدراسية فإنه على مخطط هذه المناهج أن تتضمن ما يلي التأكيد على أن الحياة خلقها الله وجعل الطبيعة مناسبة لظهورها أن الله عز وجل قد هيأ الأرض لهذا النوع من الحياة التأكيد على أن كل ما يدب على وجه هذه الأرض من أحياء أمم كالبشر وأن الله عز وجل أودع هذه الأمم فطرتها وضوابتها وأن هذا الإنسان هو أكرم هذه المخلوقات وأنها مسخرة له الأحياء مكفولون برزق الله عز وجل قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تعويض المتعلمين الصبر على المكاره ومصاعب الحياة ومشكلاتها وأيضا مجاهدة النفس على ذلك حتى يتمكن المتعلم من التفوق في حياته العلمية والعملية ترجمة نانسي قنقر